توجى فريق أتليتيكو بيلباو بكأس السوبر الإسبانية بعد تفوقه على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل اثنين الفريق الباسكي حسم المباراة بهدف إنياكي ويليامز في الدقيقة السابعة والتسعين بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بثنائية الفرنسي أنتوان جريزمان مقابل هدفي أسكار دي ماركوس وأسير بياليبري الدقائق المتبقية لم تسعف لاعب برشلونة في إدراك التعادل وفرد ركلات الترجيح ليخسر النهائي العاشر في كأس السوبر فيما توجى أتليتيكو بيلباو بلقبه الثالث بعد لقبي عامي 1984 و2015 المباراة شهدت طرد نجم الفريق الكتالوني الأرجنتيني ليوني الميسي بعد إسقاطه ليبياليبري وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها ميسي البطاقة الحمراء مباشرة في مباراة رسمية ترجمة نانسي قنقر